السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا المدرسات لجميع عزائي المشاهد الطرز العنوان العداد الكسرية اكتشف باع صاحب محذبتين جبنجا لأربعة زبناء كما هو مبين في الرسوم يطوء باع لها واحدة إلى اثنان عشر من الجبناء علي باع له واحدة إلى أربعة يوسف واحدة إلى ستة خديجة واحدة إلى اثنان من الجبناء اذا هذا الشكل يمثل الجبناء ومقصم إلى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحتاشر اثنى عشر ومقصم إلى اثنى عشر اذا المطلب مننا الالف المطلب الاول ولون نصيب كل زبون من الجبنة بلون مختلفين. يعني كل زبون غادي اللونه النصيب دياله من الجبنة بلون مختلف. يطق واحدة لاثنى عشر. اذا اللونه هدي المكان دي كيمتش اثنى عشر. على هده الشكل. هكذا. عالي واحد على اربعة. هدي نحاول نقسموها تشكل هده. يا لأ اربعة اجزاء. من بعد غادي اللونه واحدة الاربعة لكيمتشل حساش عالي من الجبنة. هكذا. وهكذا. بعد ذلك يصبحه الشكل مقسم الى اربعة. سوف نلون حساش عالي. يعني غادي اللونه الحساش عالي. لكيمتشل واحدة الاربعة. هكذا. هكذا. كيش تصبح واحدة على اربعة. نعم. على هده الشكل. يوسف حصته هو واحدة على سيتة. اذا واحد اتنان تلاشة اربعة خمسة سيتة. اذا حصته يوسف هي واحدة على سيتة. اذا سوف نعم. خديجة حساشها واحد على ادنان. اذا سوف نلون النسل. نعم. نعم. نعم انا. نعم. 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 إذن سوف نقوم بجمتي الأعداد الكسرية وما هذه النقط واحد تساوي إذن سوف نقوم بعملية ضرب واحد في اثنان تساوي اثنان اثنان مقصومة على اثنان تساوي واحد واحد في ستة تساوي ستة ستة مقصومة على ستة تساوي واحد أهم أربعة في واحد تساوي أربعة أربعة مقصومة على أربعة تساوي واحد اثنى عشر في واحد تساوي اثنى عشر اثنى عشر مقصومة على اثنى عشر تساوي واحد با اكتب بسطة كل عدد كسري مكافئ للأعداد الكسرية التالية واحدة لأربعة واحدة لستة واحدة لاثنان إذن اثنى عشر تساوي اثنان في ماذا؟ تساوي اثنان في ستة إذن قمنا بضرب اثنان في ستة حتى واحد سوف نقوم بضربه في ستة واحد في ستة تساوي ستة نعم اثنى عشر تساوي ستة في ماذا؟ تساوي ستة في اثنين إذن قمنا بضرب ستة في اثنين حتى واحد سوف نقوم بضربها في اثنين إذن اثنين أفواً واحد في اثنين تساوي اثنين أربعة في ماذا؟ لكي نحصلها على اثنى عشر إذن سوف نقوم بتربة 4 في 3 تساوي 12 يعني إذن سوف نقوم بتربة 1 في 3 كما فعلنا في هذه العملية هنا أكتب العدد المناسب للمرور من 6 على 12 إلى 1 على 2 إذن نراحض هنا 6 مقصومة على 6 تساوي 1 12 مقصومة على 12 تساوي 1 إذن 6 مقصومة على 6 تساوي 1 12 مقصومة على ماذا؟ لكي نحصل على 2 إذن 12 مقصومة على 6 دان أقارن حصتي الزبونين يوسف وعلي باستعمال أحد الرمزين الصغر من أو أكبر من 1 على 6 تساوي دان أقارن حصتي الزبونين يوسف وعلي باستعمال أحد الرمزين الصغر أو أكبر إذن 6 في ماذا؟ لكي نحصل على 12 إذن 6 في 2 تساوي 12 يعني هي 2 على 12 4 في ماذا؟ لكي نحصل على 12 إذن 4 في 3 و1 في 3 تساوي 3 على 12 إذن 1 على 4 أكبر من 1 على 6 لأن 2 على 12 أكبر من 3 على 12 ومتصل على مستقيم المدرج للأدات الكسرية التالية 1 على 6 1 على 2 1 على 4 1 على 12 إذن على هذا الشكل 2 على 12 3 على 12 4 على 12 5 على 12 6 على 12 7 على 10 7 على 10 8 على 12 9 على 12 10 على 12 11 على 12 11 على 12 ها أمثل على مستقيم المدرج الأدات الكسرية التالية دعنا إلى 12 قمنا بشمتينيونك مع شهرونه ولا أعزائي المشاهدين بعد ذلك سوف نقوم بوضع هذه الأرقام في مكانها المناسب إذن إذن سوف نقوم بوضع هذه الأدات في مكانها المناسب 1 على 6 نحن إلى التمرين السابق 1 على 6 يساوي 2 على 12 إذن 1 على 6 1 على 2 يساوي 6 على 12 إذن هنا سوف يكون واحد على 2 نعم 1 على 4 1 على 4 يساوي 6 على 12 إذن سوف يكون هنا 1 على 4 1 على 1 على 4 يساوي 6 على 12 1 على 4 1 على 4 1 على 6 1 على 4 2 على 4 3 40 4 1 على 5 1 على 2 5 5 6 شكرا